عشر حالات مؤكدة هي عدد المصابين بوباء الكوليرا بالإضافة إلى مئة حالة اشتباه هذا ما سجلته التقارير الطبية في مستشفى الرازي بمحافظة أبيان خلال النصف الأول من الشهر الجاري خلال هذا العام وبدأت منصف العام استقبلنا كثير من الحالات ما يقارب 87 حالة أو أكثر وحيث أنه كان في حالات مؤكدة عشر حالات مؤكدة بالكوليرا هذا الشهر وثلاث حالات وفاة أيضا تجد المرافق الصحية والمستشفيات صعوبة في احتواء المرض الذي لا يزال يهدد المواطنين دون وجود أي تدخلات من الجهات المعنية والمنظمات الإغاثية في رفضها بالأدوية والكوادر الطبية المؤهلة للمساهمة بالحد من انتشار الأوبئة خصوصا في أرياف المحافظة لازلنا نستقبل عدة حالات من الأسهالات ويقول لدينا عدة نواقص من ضمنها طاغم تمريضي وبعض الأدوية ونتمنى من كرم المستشفى ومدينة المستشفى الجديد أن يلبنا طلباتنا ونحثها على النظر لهذا القسم حيث أنها تسمع واجهة عدة عرقيل من ضمنها توقيفها في أكثر مرة هنا في محافظة أبيان يحمل الأطباء وزارة الصحة المسؤولية في تدني مستوى الرعاية الصحية وتجاهل المطالب المتكررة بضرورة دعم القطاع الصحي في ظل تفشي الأوبئة الخطيرة والأمراض وعجز المرافق الصحية والمستشفيات على مواجهتها وهو ما يضاعف من مشاكل المواطنين على مختلف المستويات لطف إبراهيم قناة بالقيس أبيان